بص معايا كده على الثلاث تقلام دول لو انا بقولك اديني قلم هقولك give me a pen اي قلم من الثلاث تقلام دول انا مش محدد هقولك give me a pen لكن لو انا عاوز احدد قلم من الاقلام دي بعينه زي الالم الاخضر اللي في النص مسلا هقولك give me the green pen اديني الالم الاخضر وده بمنطقة البساطة هو الفرق ما بين اي و ان و ذا في الانجليش عاوز تفهم اكتر وتعرف اكتر عن اي ان و ذا اتفرج على الفيديو للنهاية يلا بينا خلانا افهم الاول لو انت لسه ما فيمش من المثال الاولاني اي و ان في ناحية وخلانا اعتبرهم دلوقتي حاجة واحدة و ذا في ناحية تانية اي و ان في اللغة الانجليزية اسمهم يعني ادوات غير محددة بيجي بعدها اسم غير محدد لكن ذا في الانجليش اسمها يعني اسم محدد بيجي بعدها حاجة بعينها حاجة انا اقصدها اوكي يعني خلانا ديك مثال تاني لما اقول لك اي هنا اسم غير اداة عدم تحديد فالكافي اللي جاي بعدها اللي هو الاسم ده اي كافي في الدنيا تعال نروح اي كافي من الكافيهات اللي في الوجود اللي في العالم تعال نروح كافيه ونستريح شوية لكن لو انا شلت اي دي وحطيت ذا اللي هي اداة تحديد وقلتلك ساعتها انا محدد وساعتها انا اقصد كافيه بعينه انت تعرفه وده باختصار الفرق ما بين اي ان وي ذا تعال بقى دلوقتي نشرح الفرق ما بين اي وان يلا بينا واحد بقى يسألني ويقول لي ايه الفرق ما بين اي وان الاتنين خلاص فهمناهم انهم بنستخدمهم لو احنا مش محددين بنتكلم على شيء من اشياء كثيرة مش شيء بعينه الفرق ما بين اي وان الموضوع المنطقة البساطة الاتنين ليهم نفس المعنى لكن ان بتيجي في اللغة الانجليزية لو الاسم اللي بعدها بيبتدي بصوت متحق يعني ابل انا ابل تفحاية اي نيد انا ابل انا محتاج تفحاية اي تفحاية انا ابل ما ينفعش اقول ا ابل عشان ا اللي بتبتدي بيها ابل ده حرف متحق فبنقول ان ابل ان اورنج ان اورنج برتعناية برضو او صوت متحق فساعتها نقول ان اورنج اوكي مثلا ان امبرلا ا ا امبرلا اليو هنا صوتها ا وده صوت متحق فعشان كده برضو بنستخدم ان ما ينفعش نقول ا ا ان امبرلا الفيل اوكي ان الفنت انا شفتي فيل اي سا ان الفنت فيل من ضمن افيال كتير ما ينفعش اقول ا elephant an elephant و اخيرا اوكي iron اللي هي معناها هنا مكوة فلو عاوز اقول انا محتاج مكوة اوه هقول i want an iron عشان اه وبمنطقة البساطة كده دايما لو الاسم يبتدي با ا ا ا ا ا الصوت والاصوات المتحركة دي بتحط ان من غير ما تحفظ قاعدة وترجع دماغك لكن الاتنين او ان معناهم واحد ركز بقى معايا في الكلمة دي انا قلتلك صوت متحرك مش حرف متحرك اقول لي يعني هقولك يعني دايما بص على اول صوت مش اول حرف يعني مثلا لما اقول لك i need an hour انا ليه هنا استخدمت an رغم ان hour بتبتدي بh وده مش صوت متحرك اوكي مش حرف متحرك عشان الh هنا سامتة silent اوكي لكن اول صوت بيتنطق عندنا هو الo وده صوت متحرك عشان كده بنقول i need an hour فنضيف حتة بسيطة على القعدة صوت متحرك مش حرف متحرك i need an hour واحد بقى يقول لي طيب ده جميل جدا هدك عملت اقول اي وان بيجوا مع اسماء مفردة غير محددة اوكي طيب امال انا في حالة الجامع اعمل ايه يعني لو في حالة الجامع وانا مش عاوز احدد وده سؤال جميل وان كان يعني ان انت مركز معايا وبرنس جدا فخلينا اقولك بمنتهى البساطة لو انت عاوز تجمع جامع في اللغة الانجليزية ومش عاوز تحدد ساعتها ما بتستخدمش حاجة في حالة التحديد بتستخدم ذا وفي حالة عدم التحديد ما بتستخدمش حاجة يعني خلينا اديك مثال اكتر عشان تفهم عاوز اقولك انا شفت بنات في الحفل هقولك اي سا ها لا ححط لأ ايه ولا اان لانهم يدفعوش مع المفرد هقولك اي سا جيرلز اوكي انا شفت بنات بنات من ضمن بنات كتير مش محددين اي سا جيرلز اين دا بوردي طب لو عاوز ابقى محدد يعني انا بتكلم على بنات بعينهم بنات انا وانت نعرفهم مثلا فهقولك اي سا ذا جيرلز انا شفت البنات في الحفل البنات اللي انت تعرفهم اللي احنا قابلناهم قبل كده مثلا يبقى في اي وان بنستخدمهم مع الاسماء المفردة فقط في حالة عدم التحديد لكن في الجامع ما بنستخدمش اي اداة لو انا مش عاوز احدد يبقى تاني المثالين عشان تقارن ما بينهم اي سا جيرلز اين دا بوردي انا شفت بنات في الحفلة غير محدد لكن اي سا ذا جيرل ذا جيرلز اين دا بوردي انا شفت البنات في الحفلة بنات بعينهم انا وانت نعرفهم يبقى اي وان بنستخدمهم مع المفرد لو انا مش محدد اوكي لكن ذا ممكن تستخدمهم مع المفرد او الجامعة طالما انت محدد ما تيجي ناخد تمرين مع بعض عشان نفهم اكتب التمرين بمتال بساطة ان انا حديد جمل باللغة العربية وحنترجمها مع بعض اللغة الانجليزية الجملة الاولين هي انا ذهبت لحفلة انا رحت حفلة حفلة من حفلات كتير انت كراجل مستمع ليا ما تعرفش انا حفلة فالحفلة هنا غير محددة فحقول ها ديكتلات ثواني 3 2 1 I went to a party لو انت اخترت A فانت تمام لان A و N دواد غير تحديد I went to a party طيب تاني مكلمة اوكي تاني واحدة التليفون لا يعمل 3 2 1 The phone is not working ليه انا استخدم the phone لان انا هنا بتكلم على تليفون بعينه The phone is not working طيب لقد رأيتوا سيارات في دبي لقد رأيتوا سيارات في دبي I saw cars in Dubai I saw cars in Dubai هنا جمع محطتش حاجة غير محدد زي ما احنا فكرين القعدة لو انا غير محدد في حالة الجمع انا بتكلم على العربيات من العربيات كتير مش هحط لا اي ولا ان ولا هحط اي حاجة خالص I saw cars in Dubai لان اي وان زي ما قولنا بنستخدمهم مع المفرد بس لو انا غير محدد في الجمع انا بستخدمش حاجة I saw cars in Dubai طيب اللي بعد كده الناس اصبحوا انانيين الاجابة الصحيحة هي People became selfish واحد يقول لي ايه ده احنا قلنا الناس حطينا الف ولام لا انا عاوزك تنسى اللي انت خدتوا زمان في ايام المدرسة على ندم الصحيح الالف واللام مش دايما معناها ذا أنا هنا بتكلم عن ناس في العموم ولا لا آه يبقى مظبوط معايا يبقى أنا غير محدد بتكلم على كل الناس في العموم مش محدد ناس بعينهم فساعتها ما ينفعش تقول وده الغلط اللي أغلبنا بيقع فيه عشان إحنا من زمان اتشرحنانا النظام معناها ألف ولام وده ما الصح لو أنت بتكلم في العموم يبقى أنت غير محدد وما ينفعش أنك تستخدم فلازم تقول خلينا بقى نتكلم عن استخدام الصفات معا ممكن في الإنجلش تشوف التركيبة دي كتير جدا ومهمة لك كمبتد بتشوف وبعدين جاي بعدها الصفة وبعدين الاسم يعني مش لازم يجي بعدها الاسم على طول ممكن تحط الصفة في النص خلينا أديك مثال هي سيدة عجوزة أَنْ أَوْ أنا اشتريت الشقة الرخيصة لو الفيديو عجبك وعاوزنا نكمل في سلسلة للمبتدئين أولا سيب لنا تعليقات فيها مواضيع عاوزنا نتكلم فيها في ثانيا ما تنساش تضع المحتوى بالشير واللايك سلحف